مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم رواية الأدغال لكاتب الأمريكي أبتون سينكلير والتي نشرها عام 1906 يورجيس راتكس وأونا لكوزايت شاب وشابة هاجر مؤخرا إلى شيكاغو من لثوانيا يقيمان وليم تزفافهما في حانة في منطقة بشيكاغو تعرف باسم باكينغ تاون جاء الزوجان والعديد من الأقارب إلى شيكاغو بحثا عن حياة أفضل لكن باكينغ تاون مركز الهجرة اللثوانية وصناعة تعليب اللحوم في شيكاغو مكان صعب وخطير وقدر حيث يصعب العثور على وظيفة بعد حفل الاستقبال يكتشف يورجيس وأونا أنهما مدينان لصاحب الصالون بأكثر من مئة دولار في ليثوانيا تقضي العادات بأن يترك الضيوف في وليمة الزفاف أموالا لتغطية التكلفة أما في أمريكا فإن العديد من المهاجرين الفقراء يغادرون الوليمة من دون أن يتركوا أي أموال يتعاهد يورجيس الذي لديه إيمان كبير بالحلم الأمريكي بأنه سيعمل ببساطة بجد أكبر لكسب المزيد من المال يجد يورجيس وهو شاب وحيوي عملا بسرعة كما تفعل ماريا بركزينسكاس ابنة عم أونا وجونس شقيق زوجة أبي أونا تيتا ألزبياتا توقع الأسرة عقدا لشراء منزل لكن يتبين أنها عملية احتيال فالعقد مليء بالتكاليف الخفية والمنزل رديء وسيء الصيانة ومع زيادة نفقات معيشة الأسرة يضطر حتى أونا والشاب ستاني سلوفاس أحد أولاد تيتا ألزبياتا إلى البحث عن عمل تتضمن الوظائف في باكينتاون عملا مرهقا يتم إجراؤه في ظروف غير آمنة مع القليل من الاهتمام بصحة العمال علاوة على ذلك فإن مجتمع المهاجرين محفوف بالجريمة والفساد يجد والد يورجيس ديدي أنتاناس وظيفة فقط بعد موافقته على دفع ثلث أجره لرجل آخر لمساعدته في الحصول على الوظيفة لكن المهمة صعبة للغاية بالنسبة للرجل العجوز وسرعان ما تقتله الشتاء هو أخطر موسم في باكينتاون وحتى يورجيس الذي يجبر على العمل في مسلخ غير مدفأ تصعب الرؤية فيه يخاطر بحياته كل يوم بمجرد الذهاب إلى العمل يتقرب تاموزيوس عازف الكمان المحبوب من ماريا لكن الشابين غير قادرين على الزواج لأنهما لا يملكان ما يكفي من المال لإقامة حفل زفاف يغلق مصنع ماريا وتفقد وظيفتها منزعجا من الظروف الرهيبة لحياة أفراد عائلته ينضم يورجيس إلى النقابة ويبدأ ببطء في فهم شبكة الفساد السياسي والرشوة التي تسيطر على باكينتاون أملا في تحسين وضعه يبدأ يورجيس بمحاولة تعلم اللغة الإنجليزية تستعيد ماريا وظيفتها لكنها تطرد من عملها عندما تشتكي من سرقة بعض من أجرها تصبح أونا حاملا ويصعب عليها أداء وظيفتها بشكل متزايد المشرفة عليها الآنسة هندرسون تدير شبكة دعارة ومعظم الفتيات الأخريات في المصنع يتم تحويلهن إلى عاهرات تلد أونا ولدا سليما تطلق عليه هي ويورجيس اسم أنتاناس على اسم والد يورجيس الراحل لكنها تضطر للعودة إلى العمل بعد سبعة أيام فقط في باكينتاون أي حادث مؤسف يمكن أن يجلب الخراب على الأسرة يصاب يورجيس بالتواء في كاحله ويضطر إلى قضاء ما يقرب من ثلاثة أشهر في السرير على الرغم من أن ظروف العمل السيئة تسببت في وقوع الحادث فإن المصنع ببساطة يقطع الأجرة عن يورجيس أثناء تعافيه غير قادر على تحمل البؤس يهجر جوناس العائلة ويختفي من دون أن ينبس ببنت شفا ويموت كريستوفوراس الابن الأصغر لتيتا إلزبيتا بسبب التسمم الغذائي أخيرا يتعافى يورجيس ويعود إلى العمل لكن المصنع يرفض إعادته لوظيفته بعد بحث طويل ومحبط عن عمل يضطر يورجيس إلى الحصول على وظيفة في مصنع الأسمدة وهو المكان الأكثر قذارة في جميع أنحاء باكينتاون ويبدأ بتخدير نفسه بالكحول تصبح أونا حاملا مرة أخرى في إحدى الليالي لا تعود إلى المنزل من العمل ويكتشف يورجيس أن رئيسها فيل كونر أبقاها في المصنع بعد العمل وأجبرها على النوم معه يهاجم يورجيس كونر ويتم القبض عليه بعد محاكمة غير عادلة يحكم على يورجيس بالسجن لمدة شهر ستضطر الأسرة مرة أخرى إلى العيش بدون أجرته في السجن يصادق يورجيس مجرما يدعى جاك ديوين عندما يتم إطلاق سراحه يكتشف يورجيس أنه قد تم إجلاء عائلته من منزلها وأنهم يعيشون في المنزل المتهالك الذي أقاموا فيه أول مرة عندما وصلوا إلى شيكاغو عندما يدخل المنزل يجد أونا تصرخ لقد جاء المخاض قبل الآوان وجهد الولادة يقتلها هي والطفل معذبا يختفي يورجيس ليغرق نفسه في شرب الكحول أخيرا تقنع تيتا ألزبيتا يورجيس بالتفكير في ابنه ويبدأ مرة أخرى في البحث عن وظيفة من خلال العمل الخيري الذي تقيمه امرأة ثرية تهتم بالعائلة يجد يورجيس وظيفة جيدة في مصنع للصلب يكرس نفسه لأنتاناس ويشعر بالأمل المتجدد في الحياة لكن آماله تتحطم عندما يغرق أنتاناس في الشارع المليء بالطين في حالة من اليأس يتخلى يورجيس عن أفراد عائلته الباقين على قيد الحياة ويتجول في الريف كمتشرد في الشتاء يعود يورجيس إلى شيكاغو حيث يجد عملا في حفر الأنفاق بعد إصابته أثناء العمل يضطر لقضاء بعض الوقت في المستشفى وعندما يخرج من المستشفى لا يملك مالا ولا يستطيع العثور على عمل فيصبح متسولا في إحدى الليالي يعطيه شاب ثري يدعى فريدي جونز ورقة بقيمة مئة دولار لكن عندما يطلب يورجيس من نادل أن يفكها له يخدعه الرجل ويعيد له خمسة وتسعين سنتا يهاجم يورجيس الرجل ويرسل إلى السجن مرة أخرى في السجن يلتقي بجاك ديوين مرة أخرى عندما يتم إطلاق سراح الرجلين يصبح يورجيس شريك ديوين ويرتكب لاثنان عمليات السطو والسارقة يتم تجنيد يورجيس في النهاية للعمل لدى الزعيم السياسي الفاسد مايك سكالي عندما تضرب سلسلة من الإضرابات باكينتاون يكسر يورجيس خطوط اعتصام المضربين مما يقوض جهود النقابة ولكنه يكسب قدرا كبيرا من المال بسبب ذلك ذات يوم يرى يورجيس فيل كونر مرة أخرى ويهاجمه يتم إرساله إلى السجن مرة أخرى ولأن كونر صديق لمايك سكالي فإن علاقات يورجيس السياسية الضائلة لا تساعده وبعد إطلاق سراحه يجبر على العيش على الصدقات بحلول هذا الوقت يفقد يورجيس الاتصال بعائلته تماما ومع ذلك في أحد الأيام يلتقي بأحد معارفه القدامى الذي يخبره بكيفية العثور على ماريا يعلم أن ماريا أصبحت عاهرة للمساعدة في دعم تيتا إلزبيتا والأطفال وهي أيضا مدمنة على المورفين يريد يورجيس رؤية تيتا إلزبيتا مرة أخرى ولكن ليس قبل أن يجد وظيفة جيدة في إحدى الليالي تتحطم روحه بسبب الحرمان والبؤس فيتجول في تجمع سياسي اشتراكي حيث يلقي أحد الخطباء خطابا يملأ يورجيس بالإلهام ينضم يورجيس إلى الحزب الاشتراكي ويعتنق هدفه المتمثل في أن يمتلك العمال وليس عدد قليل من الرأسماليين الأثرياء المصانع يجد يورجيس وظيفة كحمال في فندق يديره الاشتراكيون ويتم لم شمله مع تيتا إلزبيتا إنه يحضر اجتماعا اشتراكيا يلخص فيه المتحدث معتقدات يورجيس الجديدة إذا تحول المزيد من الناس إلى الاشتراكية كما أعلن المتحدث فإن شيكاغو ستكون لنا أتمنى أن يكون ملخص الأدغال قد أعجبكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله